عمليات اختيال حصد رسر الله والقيادات العليا لحزب الله بتأكد بما نشك فيه ان ايران والحزب مخترقين وشفنا قبل كده اختيال اسماعيل هنية في ايران والاختيالات اللي كانت بتتم عن طريق الموبايلات المفخخة ده معناه ان الاختراك من الداخل وان فيه تتبع واضح وده واضح في دقة توقيت تنفيذ عمليات الاختيال سواء كان ده بيتم في قلب ايران او في لبنان وشفنا قبل كده تفجيرات البجر طبعا بدون ادنى شك ده اكبر دليل على الاختراك الداخلي وان فيه تخطيط مسبق من الموساد من سنوات ان هم يشتروا شركات وهمية لبيع البجر المفخخ ويسلموه لحزب الله لكن العملية ما كانتش ابدا هتم الا باختراك داخلي لتحديد ساعة السفر الاختيال بالتأكيد تم تنفيذه بتعاون الالة العسكرية وجهاز المخابرات الاسرائيلي الموساد وتجنيد العملاء العمليات دي كلها اصارت تساؤلات كتيرة حاولين سر النجاح السريع في الكشف عن اماكن تواجد الشخصيات دي واختيالها والاسباب الكمان اللي قدت لانهيار سريع في منظومات القيادة داخل الحزب الكلام اللي جاي هيوريك طرف الخيط اللي هيوصلنا للقصة بالكامل ومين اللي ارشد الموساد على مكان نصر الله واجتماعه بقياداته وازاي حدد المكان بدقة بعد تنفيذ ضربات الاسرائيلية رئيس الوزراء نتنياهو قال كلمة قال خلالها ان المهمة لم تنتهي بعد وامامنا ايام مليئة بالتحدي خب بالك من كلام اللي جاي واسناء وجوده في الامم المتحدة قبل ما يدي امر تنفيذ عملية الاختيال قال كلمة برضو غريبة جدا ان نحن نستطيع ان نصل الى اي مكان في ايران والناطق باسم الجيش الاسرائيلي افخاء ادراعي اشار الى ان كل الوسائل مطروحة على الطاولة وان اسرائيل لديها الكتير من الوسائل وقدرات الجيش كبال اسرائيلي اعلم في التصيح رسمي ان استهداف المقر المركزي لحزب الله خبالة بالجاي كان بتوجيه استخبار دقيق ده معناه ان الموضوع كان فيه خطة تيكتيكية مدبرة اذا هم كانوا متتبعينهم وكانوا منتظرين ان يكون فيه اجتماع مع قيادات اخرى في الحزب علشان تكون الدربة قاسمة والدليل ان الجيش الاسرائيلي نشر صور للقيادات اللي تم اختيالها معاه الجيش الاسرائيلي سمى العملية ترتيب جديد معناه ان لسه فيه احداث تانيها تحصل في الخطة افخاء ادراعي كمان قال ايه قال للاعلام العربي ان طائرات السلاح الجو الاسرائيلي خبالك بالجاي اغارت على المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الارض اسفل مبنى سكني في منطقة الضحية الجنوبية وانداجي بعد توجيه استقبال دقيق لهاية الاستخبارات وقالوا ان المقر كان على بعد 30 متر تحت الارض التقليل الاعلامية العبرية قالت ان نصر الله قتل في الضربة عن مقر تحت الارض وكان من الصعب انه ينجى منها فيه ثقة براك رفض اسرائيلي وكاتب في موقع اكسيوس قال ان اسرائيل عرفت مكان حسن نصر الله واخدت القرار الكلام ده قبل التنفيذ هنا قدرات وامكانات اسرائيل من حيث التقنية والتكنولوجيا في مجال التجسس مرتفعة جدا وكمان اضف للكلام ده ان فيه تحكم بالامار الصناعية عشان يقدروا يحصلوا على المعلومات بالاضافة كمان ان فيه تعاون امني واستخبار كبير ما بين اسرائيل وبين الدول اللي هي مؤيدة لها وبتقدر بالتالي جمع كميات كبيرة من معلومات حوالين عمل الانظمة وقبل ما اقول لك الخطط بتاعة العميل الايراني اللي ارشد الموساد شوف الاعلام العبري قال ايه صرح وفق مسؤولين اسرائيليين قبالك ان قرار الاختيال كان في الاصل متخد من يوم الاثنين لكن تم تأجيله بالتأجيل هنا ليه تم تم التأجيل لغاية لما اجيلهم معلومات انه موجود فعلا في المقر ومع القيادات العليا علشان تبقى الضربة قاسمة ولما افخاي ادراع يقول ان المقارة تحت الارض يبقى هم كده متأكدين من مكانه وانهم عشان يوصلوا لهدف لانه ربما يكون الموقع تحت الارض محصن ضد القنابل ضربوا كمية مهولة من القنابل بيقولوا حوالي 80 طن قنابل فراغية علشان يضمنوا ان الاصابة تيجي في المكان اللي هم عاوزينه القنابل دي بتشتغل بقالية بتقدر توصل العمق عشان تضمن اصابة الهدف صحيفة لوبريزيان الفرنسية النهاردة نقلت عن مصادر امنية لبنانية الخطة بقى قالت ان اسرائيل حصلت على معلومات حساسة من خلال عميل ايراني ان الاميل العام لحزب الله حسن نصر الله كان موجود في الضاحية الجنوبية البيروت قبل اغتياله يوم الجمعة وفق المعلومات اسرائيل شنت ضربات جوية على المنطقة فقدت الى مقتله وبحسب الجريدة برضو بتقول ايه بتقول ان المفاجأة الاكبر ان عملية اغتيال نصر الله بتكمن في الدور اللي لعبه العميل الايراني ليه بقى تشوف عمل خطة بتاعته تمكن من اختراق الدائرة الداخلية الحزب الله يعني عارف كل حاجة عنهم ووصل معلومات دقيقة حاولين تحرك نصر الله في بيروت يوم الجمعة لما كان بيشارف في جنازة محمد سرور المسؤول في حزب الله النهاردة الجماعة بدأت تدرس شبكات اتصالاتها وتشوف وتبحث عن الصغرات الامنية وتبدأ تفتش في الاشخاص اللي معاها لان فيه تصريح مداخلها بتقول بالفعل اكتشف صغرات امنية وان فيه تسريب معلومات من داخل الحزب وان الحزب النهاردة بقى عنده صعوبة جدا في التواصل بين القيادات بتاعته فيه مخاوف وتساؤلات بشأن مدى اختراق الاسرائيليين للبنية التحتية لاتصلاب بتاعته بعد عملية البجر وفق صحيفة والسرية الامريكية قالوا ان فيه اختراقات فعلا وان الحزب اتوصل وفق تحقيقات ان فيه امكانية ان فيه معلومات حساسة اتصربت من داخل الحزب وراحت ليه الموساد الاسرائيلي وكمان الصحيفة قالت ان فيه احتمال اذا كان فيه وصائق سرية وقعت في ايدي الجانب الاسرائيلي اسرائيلي النهاردة بتغير تيكتيكاتها وبتغير اوراق المناورة والحرب على حزب الله باللي هي عملته في الفترة الاخيرة دي قدرت توجه ضربة قاسية وتيكتيكية قوية جدا لحزب الله التفوق الاسرائيلي العسكري والتكنولوجي ما كانش على فكرة هو الساب الوحيد اللي سام في انجاح عملياتها الاخيرة ليه؟ لان معروف ان الحروب ما بتنجحش الا من خلال وسيلتين اولها التجسس والمعلوماتية دي لازم تسبق اي عملية عسكرية والتانية عملية عسكرية من خلال اجتياح بري وده لسه ما تعملش واضح بالتأكيد ان حزب الله اتعرض لخرق امني بين صفوفه وفق تصريحات امنية لمسؤول امني لبناني سابق ان اسرائيل استفادت من عملاء بيعيشوا في المناطق اللي قاعد فيها القيادات اتجسسوا اليوم وتتبعوهم هنا الخرق البشري كان ادام مهمة بتضيف الى التكنولوجيا المتطورة اللي ساعدت كتير اسرائيل انها تحدد مواقع قيادات حزب الله واستهدافها بالدقة اللي احنا شفناها اسرائيل ما كانتش هتنجح ابدا في عملياتها الاخيرة بدون الدعم الامني والحصول على معلومات استخباراتية وبمساعدة اجهزة المخابرات الدولية اللي قلتلكوا عليها اللي هي ساعدتها هنا اسرائيل واضح من الكلام ده انها غير القواعد الاشتباك وخدت تلات طرق الطريق الاولاني اللي هو التجسس والعمالة واضح انها عمل شبكات تجسس داخلية سواء كان في ايران او فيه داخل حزب الله نفسه في لبنان الحرب الالكترونية القصف والتصفية واضح ان الحزب وصل لمرحلة ضعيفة جدا في الحقيقة ردود ايران اللي هي ظاهر حزب الله ردود ضعيفة جدا وردود تقليدية النهاردة فيه توقع بناء على تصليحات نيتنياهو وزيد دفاعه ان المسألة ممكن تتوسع وتروح لغد العراق وتروح اليمن واضح ان اسرائيل بتخطط على مسافة زمنية وبتستخدم فيها تكتيكات وتجسس الالكتروني وبشري اسرائيل بعد عملية الاختيال اللي تمت بتستعمل دلوقتي غارات جوية مكسفة على مواقع اطلاق السواريخ والبنية التحتية الحزب الله بتحاول تهد البنية التحتية ومخزن السلاح وشوفنا ان نيتنياهو اسناء كلمته في الأمم التحدة وهو بيدي أمر التنفيذ في نفس التوقيت قوات الأمم التحدة اللي موجودة في لبنان اليونيفل بتقول بتدعو الى خافض التصعيد فيه تصريح برضو خطير جدا لواحد مسؤول في الـ بيقول ان عملية الاختيالات دي لو كانت تمت من 6 شهور كانت هجر المنطقة لحرب شاملة لكن واضح ان هم أجلوها لحد لما تكون إيران وحزب الله فيه أضعف وقت ممكن أنا حبيت النهاردة انه نستعرض اللي بيحصل عشان نعرف الجانبين دول بيفكروا ازاي واضح ان اسرائيل غيرت قواعد الاشتباك وان الخطط غيرت وعتمدت اسلوب جديد وعنيف وبقوة قائم على العمالة قائم على التكنولوجيا اللي بيزودها بها العالم المؤيد لها برعاية أمريكا ساعدت بيكم وإن شاء الله